اشهد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين على ارساء دعائم التعايش السلمي وترسيخ مبدأ التحور بين اصحاب الثقافات والاديان المختلفة وهو من عكس في اطلاق جلالة اعلان مملكة البحرين للتسامح الديني والذي يعد وثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع وكذلك تتشين جلالته مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الاديان والتعايش السلمي جاء ذلك خلال كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول حوار الاديان والثقافات اكد خلالها على همية هذا المؤتمر الذي جاء تلبية للدعوة التي اطلقها وتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من اجل صياغة عمل جماعي على المستوى الاقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف ونشر قيم التسامح والحوار مؤكدا على تعزيز على ان تعزيز لغة الحوار بين الاديان والثقافات المختلفة ليست مسئولية المؤسسات الدينية فحسب ولكنها مسئولية تشاركية تحتاج الى تكامل جهود جميع المؤسسات التعليمية والتربوية الاعلامية والتشريعية واشدد العسومي على ان البرلمان العربي ليهمية كبيرة لتعزيز الحوار البرلماني في كافة المجالات وعلى كافة المستويات ويعتبره المدخل الصحيح لتعزيز التواصل فيما بين الشعوب من حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين على ارساء دعائم التعايش السلمي بين البشر وترسيخ مبدأ التحاور بين اصحاب الثقافات والاديان المختلفة وهو من عكس في اطلاق جلالته اعلان مملكة البحرين للتسامح الديني والذي يعد وثيقة عالمية تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع كذلك تجشين جلالته مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ترجمة نانسي قنقر